بالمناسبة كل ده عشان بس عايز اجاب لكم اشهد من اللقصر النهاردة مهرجان اللقصر مهرجان السينما وعملات جامعية اهلية دكتور محمد كامل اليوب المخرج العظيم ومهتم جدا بتاريخ السينما المصرية وسينما الافريقية والسينما الاوروبية وحالة جميلة وطبعا وعبر رحمان الابنودي بجماله وروعته هو يعني ضيف الشرف بنتكلم على ناس بتشتغل ناس بتكتهد ناس بتعمل حاجة بهجة ناس بتدبرموا المهرجان ما عندناش احنا مشاهدوا في اللقصر طيب عموما احنا بنتكلم على اختيار اللقصر بدل ما بصوا في زي بقولك مهرجان اللقصر ده عشرات عشرات من الاحداث اليومية في مصر فيها طاقة ايجابية فيها ناس بتشتغل فيها ناس براعية ربنا فيها محمد كامل اليوباو في ناس براعية ربنا في شغلها في مصانحها في شركتها في مؤتمرات في الندوات في قمسيات في سياح بجايين مصر وفي الشرم الشيخ وفي الغرداء وفي كل حتة في شركات بتفتح كل يوم الصبح في محلات بتفتح كل يوم الصبح وترش قصاد الدكان وتشغل ازاعة القرآن الكريم تتبرك الصبح كده بالقرآن وبتفتح لمواطنين ورزق وفي ورش مفتوحة والناس جاي تشتغل وتروح وتيجي في دنيا في دنيا في مصر في مصر بصوا شوية لشعبكو بصوا شوية للطاقة الايجابية لتقدر تحول البلد الى لقدام بدل طول الوقت الضوران في الحلقة المفرغة في الساقية بتاعت كل يوم السياسيين والإعلام والأحزاب هذا أمر يدفع الأوطان إلى تحت مش حتى الى وراء